السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموقع اسموا نايت كافيتا وموقع بتديلو كروميت او تاكست وهو يبدأ اعمال لك صور باداء عالي جدا طيب خلينا نشتغل عليه هقول له create وهناك هنا هبقى لك create ممكن ادفانس المود هيديك اخترت اكتر هنا البرنامج او التطبيق الانتهاء الشرعي الموديل ممكن تختار دل اي او تختار دريبشيبر او ستابل كور كل الحاجات تجربها وكل واحدة فيهم مختلفة تماما الجديد اللي نازل لستابل فيديو ديفيجن ده تدار تتحول البرومت لفيديو بالشكل الجميل دوت لكن هو برو يعني بفلوس فخلينا نجرب العادي وحط هنا البرومت بتاعي الستايل او شكل ممكن تقول له نعايز على هيت مثلا انيمي كارتون رياليستيك سينيماتيك كل حاجة تقدر انت تجربها بقول لك انت عايز كم صورة طيب ممكن اقول له اربع صور نختار منهم فيه اعداد اكتر طيب خلينا اقول له create ونشوف الصورة تطلع ازاي دولنا لي تقريبا اربعة ونصف والصورتين كل واحد فيما تكلفني ون كريديد الموابع بقى اسرع من الاول انت ممكن باقي تختار الصورة دي او دي او دي اي صورة فيهم انت عايزهم تيجي هنا وتقول له انا عايز دي اهير الصورة الرأسية التي تبقى موجودة مثلا كغلاف لهم عايز اعمل لها duplicate عايز اعمل evolve ونشوف الصورة الرأسية التي تبقى موجودة فيها انهانس يعني تكبر بقى التفاصيل اللي فيها بيقول لها هاك كريديد فكتو كريديد عشان تعلي الجودة بتاعتها وانا بقى امور في حاجات مثلا زي انك تحولها الانيمي يعني زي ما تشاف كده بيعملها بعض التأثيرات البسط خالص زي مسلا لو جيت هنا هتلاقي بدأ اي ما فيه حركة كان فيه زوم للشكل الموجود مسلا لو فيه مية تبدأ المية يعني فيه حركة في قلب المية ديت زي ما تشاف فيه بعض المنصرات الجميلة تقدر تعمل تحسين تقدر تعمل بابلش لكل الشور بتاعك بابلش يعني كل الناس تقدر انها تشوف الشور بتاعك سوف نقوم بابلش نضم هذا هو الانك لو انت تشاركه مع النفس على دور المصرات الجميلة ونحن باقل امتح لكل الشرق نحن نقوم بعمل على هذه الحالة التحكير من الفيديو وانه هنا تكون حركة معمولة للشكل الموجود بعمل شكرا